على التكسي في تونس مع ضيفنا موازل عسكري كتبعا من نقابة التكسي الجماعي بأريان تحياتي سيدي نهركزين مرحبا بيك معانا على جوانا فين أهلا وسهلا يا سيدي نستغل الفرصة نحكي على مشاكل قطاع التكسي اليوم في تونس مشاكل عديدة تواجه القطاع وكما نحكي قبيلة هاوكا في الويكان مستسين فرص الشهر ماذا يجيتنا الويكان من البرح لليوم زيادة المحروقات زيادة الأسعار نحكي على جميع تقريب كل شيء كما الليسانس كالكاربوران كالديزيل كالسان بلان حاصيل والسوپير ننوع الكل خالي دابوس الغاز هذي كموضوع آخر لزيادة دينار ومية فرد مرة شنو يأثر عليكم الموضوع هذي الموضوع هذي بطراحة ديما نتفاجه في غياب الحكومية هذي اللي من داخلها والحكومات اللي في البدل على السلطة في البلد كل مرة نقاو زيادات في المحروقات في المواد الأساسية الغذائية في قطاع غيار في كل شيء بصراحة هذي حاجة ما تكون كانت ثقل على كهل المهني كانت تسحب رخصة ولا سيق ولا كل بالنسبة لي نحن تأثر تأثير كبير حتى على تكسي فردي المرضو دي ينتعو عندنا لواء زيادة عندنا نقل ريفي في المناطق الداخلية نحن طالبين من وزارة الاشراف صفة الاشراف يعني وزارة النقل عندنا مدة طلبنا في زيادة في التعريفة واحنا في الحقيقة احنا من يشغلين عليها وقت اللي هي زيادة بشكون زياد ثقل على كهل المواطن نحن شكون اللي يتنقل معنا كهل المواطن الزوالي ما را عنا احنا نستنيه وفي حاجة من الدولة متاعنا بش زيادة تراكمها علينا وزيادة ترخصنا في برشة حاجات لا بالعكس وإلا لخيناها قاعدة زيادة تغرق دينا كيف احنا كيف المواطن الزعيف شفنا الزيادة في الأجور اللي تمت المحضر جلسة بين الاتحاد وبين الحكومة هي خيبة المسعد فرحة متش زيادة اعطاوها باليمين اخزاوها باليسار فهم كبير نشوفوا غليها السيارات زيادة مشط نشوفوا قطاع الزياد يقول لك نجيب بالنسبة لتكسي فاردي يقول لك نجيبوا كنيسانس بالنسبة لي نحنا كطيوتا تكسي جميعي قاعدين نخدموا نشوفوا في غالية مشط زيادة في ظرف 3 سنين 4 سنين زيادة عشرة منها زيادة مش شوية كمبيلات الناس كل تنها شفينا كقطاع النقل غير متظم سواء احزاب سياسية مستثمرين نحكيه زيادة على البنوك على الإيجار المالي يعني الناس كل يعني شو نقول لك احنا نعانيهم مش هيداك الكل زيادة كفاهمني فايد كبير في جائحة كورونا التوى العبيد الحقيقة هي تعانين يعني يعانيهم فكل الظرف اللي تعدينا به هذيك العام هذيك اللي تعدي العام اللطف اللي يعيدوا علينا التوى الناس قاعدت تخلص في كريديات والدولة وقت اللي عملت مرسوم خالوا بشي اجلوا في خلاص الكمبيلات بدون فايز من بعد هزيت ايديها ما كنا نشاير فيه رويحنا وجه لي وجه مع البيت الإيجار المالي كراها بتفكت عائلات تشتت بالرسمي من أفطر الناس والأنشطة اللي والات في البلاد هوا قطاع النقل غير متظم لواش يجي بيت بمهارين نظمني في محطة في منصف بيه ولا بيت عليها بشي يزي بوياج الربح المتاع هاك العشرين الف ولا ثلاثين الف تزيد وانتي تصبح تزيد فيه في المزود وتزيد فيه قطاع الغيار بليه شنية مرد وديت بوعي نحن نتفعل معنا معنا موازل العسكري كي تبعا منقاب التاكسي الجماعي بأريانا نحكيو على التعريف تعريفة النقل في التاكسي فما زيادة نعاش تبارم شغولها تخموا فيها تخطوا لها زيادة بش تثقل أكيد تعريفة الهدية مع مواجهة الغليئة الكبيرة أكيد بش تثقل كهن المواطن هيا في الحقيقة تاو في عامين عنا ثلاثة واربعة زيادات تمو وما جدناش في التعريفة وحاطين المطلب الزيادة تالبين وزارة النقل في زيادة في التعريفة وكيما في الكونطير قديش تحبو مثلا وحد ما يتلعتول في الكونطير قديش يلقي ولي اتصدقني تاو احنا نحكيو عتكسي فردي تاو انت تاكسي فردي ولا يدينار وما تخلصش احنا ضربة العديد ونقولك في ظل جادة هي تاو هي تاو تقريبا تحت ستمية تاو خمسمية وثمانين اكي كان ليه ليه كيفير غانا كي نقولك ضرب قطاع من شكوه من سلطة الشراف شكوه اللي يرخص للشركات هذية اللي قاعدة في القطاع شكوه اللي يرخص لهم ما يصد الشراف الشركات هاي هاي بي شركات هذي موضوع هو روح حتى المواطن حتى هو المواطن زيدا يقول لك يتشكى يقول لك هنا التاكسيستية تاو معاك خننن نتفعل معك وسمعني بالكدير اللي يقول لك ما ثميش اللي هذة ما وش حاتت البلايك حاتنا كيف حاتنا كيف اللي يقول لك اللي بلاك ما ثميش ويلا يمشي طول ومعاك تلقى تدخل انتي على تعريفة تلقى هاي بتبيعتك معناها الماشية بتاعك من الخدمة للدار فرضا على 10 ألف تلقىها توصل 16-17 على 20 دينار اذا يتشكى منو اذا يعيش الناس اللي نحكي لك عليها حتى هوني زيدا فمو مش كل كبير ايه لكن تو احنا نحكي انا معاك انا مواطن كيف ايه انا نلخى ساعات زيدا نتحق بش ناخد مش نرك في تكسيباتي ملخاش تكسيباتي سلته وقت الزروة لهنا طبع نقص كبير كنقوله في عدد الرخص والوزارة الاشراف مغمضة عينية على الموضوع هذا الناس عندها 25 سنة طلب الرخص يظلي من حقه جميعي ولا فردي ولا لواج من حقه طالبهم في التعريفة كيف كيف تغذى والنظر على المواضيع نشوفه احنا المواطن تتشكى زيما موصل هيش شكيات وزارة وزارة داخلية وزارة النقل يعرفوا كل شي هما زيادة متبقاتهم رميستعملوا وسيل النقل غير متضم النقل عمومي اما لكن حاجة بارك انا بش نقول ياليت والوزير ولا السيد اللي قاعد يقف القرارات هذية ولا قاعد يعمل ستفقيات ويمضي عليها لو كان جاه هو يستعمل زيما وسيل النقل كيف نحنا كيف المواطنين الكل ما نتصورش بياتم عن الكلمة يجي زي النقل يقول وفرنا الحق في لئة هذي شوف فيها تكاركات متعقيران يعني تلايت ترايت شوف هاي كلب بيسي معز خنكونوا عمليين خنكونوا عمليين وسؤالي الاخرين يحلول تقترحوها توم ما تساعد المواطن والتاكسي باش ما يضر حد في الموضوع عاتيني حلول ويحتي نطلب اسنادر وخص احنا مديني دينا وقدمنا برشا مقترحات كما قلت لك الدولة هذي واللي قاعدين يوح متوى قاعدين متحكين وزنيهم وعينيهم احنا عندنا برشا حلول ومقترحات تنفعنا وتنفع المواطن ونقدموا بالبلاد وهما اللي قاعدين يوح متوى ومرؤيتهم هما منظرهم هما ناس كاي تتعيش في الخارج ما ما يعرفوش شنو اللي كما شفنا احنا حتى في العشرية السودية برشا بيت تحكي عرقمنا اوه احنا مازلنا موصلناش لشي احنا مازلنا بعد برشا احنا ماذا بينا ننهضوا بالقطاع هذا اول حل واخر حل اللي هو بالرسمي بيش يمنع الناس الكل ونعاود ونقول احنا ماناش تالبين بالزيادة على حسيب على حسيب الزوال اللي يرقب معنا احنا التالبين من الدولة هي اللي بش نقصنها راوة ونزيدك حاجة اخرى ماذا بينا التسريع في ملف الامر راتين وميتين وثنين لإسنين ده رخص عكي ورخص لنين بتاو تتحل برشا ماشي بو هي بش نقص لكو بطوما اما مش تزيد في التعريفة اخويا الغالي برشا علينا في التعريفة فيكو شي وراك ما جاوبتنيش على النقطة انا ريتشعلوا معايا طوى قالوا لي لي رايلي عشرة يف متوليش ستاش تولي فوق تلاثين دينار النفس التعريفة اللي نحكي عليها هنا اللي اي ابليكاسيون طوى راو اسمع تعبراو نستعبت زادة بصراح نقولوها نستعبت زادة اي اللي يتفعل معكم ما قاعدين يتمو فينا اي انا الضب لكن كي بش يقول هو من عشرة تولي تلاثين اي انا ناشا ما نقول لكم من عشرة ناخذها اثناش كل واحد ينا جميح كيراث انا كتشوف انتي سيميت الوجوه متاع العباد متاع اللي يخدموا في القيطاع هذا اي الحزن على وجوههم والتعب والكئابة والناس بالرسمة يعايش يعلم بهم ربي مايرخدوش الليل بش خالصوا كنبيالات بش يعيشوا كيف يبش يتصور نارو جي ابليكاسيون قداموا بزي دي فرنك بزي دينار الفين نس كل بش تتجاه فيها نس كل ماشي للربح رو نس كل تحب تربح لكن مش بالطريقة هذي المراجعة بتاع القوانين هذي من صورة الاشرافة راهي اليوم صبحت ويجب عليهم واحنا كيف تي ماذا بنا انا المواطن توقي يقول ما فيش تاكسي قاطحها يا اخوة الابليكاسيون وعننا زمالية برشة قاطعة قديش مش تقاطع انتي تقاطع الابليكاسيون ديك واحدة اخرى هو البر البره تاكسيستية وقت اللي يدخلونهم في تاليا وفي فرنسا وقت اللي يدخل لهم اللي معناش يوبر ما تعرف شون لي صار واحتجاجات كبيرة وفي روما وفي باريس معناش هذي الحمدولله الحمدولله هو الحد انتهو مش موجود همدول هي بالضبط اما انا نخلك برشة ضغوطات تصير علينا احنا ماذا بينا دهنا حتى الستول عليش ما نجمياش نجدده واحنا برش عبيد وطالبنا بش نفوتوا العشرين سنية في استغلال السيارة عليش اذا كل على خاطر وليت البيع المشروط تم وكيل وحيد في تونس هو اللي يبيع السيارات بالله سلم اللي يحب عليها هو لا تم ايرباك لا تم كونفور لا تم حدتين حاصيلوا بات باية بات باية لباية وين جيتك على التاريخ انا جيتك على زيدة في المحروقات يا سيموازي فضلك شكرا لك سيمواز العسكري احنا رانا ضد ضد حروقات وبصراحة نقول لك حتى الزملية اللي يخدموا بالغاز رأوا هاو صباح زيدة الغاز زيدة وفيه الكل وكل وزيد الكل وزيد وين ماشين بها كما قلت لك احنا الدولة هذي احنا ولاد الدولة طالبين من الدولة مش الدولة قاعدين يمصونا في دمنا رأوا رأوا احنا طالبين من دولتنا هي اللي بيش تحمينا وهي اللي بيش توفرننا العيش الكريم رأوا مش هذا العيش الكريم وما تتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عطيني رقم. عطيني. باش شعارات شعارات رانين. عطيني رقم. رقم يا سيمواز. ليه ليه ما ساميش يا عارة. ما طبق حاجة. اه عطيني رقم. ايه ما نعرفش لزومة ليه الكل يويفك وضربة العداد بالنسبة لتكسيفات دي رايق الحاجة يزي ما تكون دينات. بالنسبة لي نحنا زيادة نقر غير منتظم تكسي جماعي ولا لواز. زيادة نخزروا له منزيدون في التعريفة بما يناسب وما يوافر المردودية متاحة. شكرا لك سيمواز العسكري كتاب عام نقابة التكسي الجماعي بي. اريانا يتحدث على التكسي جماعي يتحدث على التكسي قطاع معناها نشوفه في اكثر من مشكلة فيه واكثر من اشكالية ولكن هذا هو شعرنا في بلادنا مع الليزة في كاسين وشنو كاملوا علينا وشنو زيدوا اه تعقدة العملية والزيدة الاخرانية هذي اكيد طوبش يصير عليها بارش 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 كلم على خطر تنجر وراها زيادات اخرى هل المواطن ينجم يتحمل هذا الكل في خنقوله نهاية الثلاثي الاخراني من الفين واثنين وعشرين ربي مع الزويلي ربي مع المواطن هذا شنقول وقدوا معنا في سباحنا مواصلين حتى للحديش نبدلوا ساعة بساعة ونمشيروا للمرشي شوي اخر ونشوفوا شي يقولوا هل زيادة هذية زيادة لها تبعات اخرى اكيدة اما البلاكة تكون موجودة خنقول وقدوا معنا راجعين في بوا مرشي مزيين بعد لحظات مع نوردين شرف الدين وراجعين